يقول عندنا شخص نتعامل معه ونستلف منه بالعملة المحلية ويحسبها بالدولار حال السداد أو في وقت السلام وغالبا يتم حسابها وقت القضاء بالدولار حسب سعره في ذلك الوقت فهل هذا من الربع؟ ليس هذا من الربع إلا كان في ذمة شخص ديون للنقود معروفة نقود معينة ثم يتفق مع صاحب هذا الدين بأن يدفع له من عملة أخرى عن طريق المصارفة فلا بس بذلك بشرطين الشرط الأول أن تكون بسعر يومها بما تساويه وقت المصارفة الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء فإذا تم هذان الشرطان فإنه لا نباء في هذه المسألة والحمد لله فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يتبايعون الإبل في مكان بالنقود ثم يعتاضون عنها بالذهب مثلا ثم يعتاضون عنها بالفضة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بذلك إذا كانت بسعر يومها ولم يتفرق وبينهما شيء نعم نعم